لا تزال تبعات القرار الاتهمي الذي صدر في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس مستمرة لسيما أن هذا القرار سمى ضابطين في الاستخبارات السورية قال إنهما خططا وأشرفا على عملية التفجير وفي هذا الإطار اعتصم أهل شهداء التفجيرين بعد صلاة الظهر في ساحة النور في طرابلس بحضور الشيخ سالم الرافع والنائب الممدد خالد الظاهر حيث طالب المتظاهرون بطرد السفير السوري من لبنان وحل الحزب العربي الديمقراطي وحزب التوحيد الإسلامي التابع للشيخ هاشم منقارة الذي قتلكم هما ضابطان سوريان لا نعرفان أين يختفيان في سوريا وانتهى دورنا لم ينتهي دور الحكومة دور الحكومة أن تأتي لنا بحقنا أن تأتي لنا بمن قتلنا عليهم أن يستدعوا السفير السوري فإن لم يتجاوب مع دعواهم نطالب بطرد السفير السوري من لبنان فإذا هو النظام السوري وشبيحته ومخابراته ودباطه الذين جهزوا المجرمين بالمتفجرات وأمنوا وصولهم إلى طرابلس وأرشدوهم إلى المواقع التي يريدون قتل الناس فيها في مساجد الله وعمد المتظاهرون إلى رشق سورة السفير السوري بالأحذية وكرروا مطالبتهم الحكومة اللبنانية بطرده من لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر